حبايبي أولا سنوي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا كده مع بعض نعمل ريفيجن على الجرافتيشنال فيلد اتفقت معيك ان الجرافتيشنال فيلد هي الحتة اللي تأثير الجرافتي بيظهر فيها هي الارية هي المساحة هي الحتة اللي تأثير الجاذبية بيظهر فيها فكنت بقولك ادي ارضنا الجميلة وشوية الاسهم دول دية الارية اللي تأثير الجرافتي بيظهر فيها يعني دي كده دي كده دي الحتة اللي تأثير الجرافتي بيظهر فيها ده الفيلد بتاعي ده المجال بتاعي كنت بقولك لو انا عندي اتنين استرناوت اتنين رائد فضاء بص الاولاني دوت الاولاني دوت جوه الفيلد علشان دوت جوه المجال يحصل له ايه هتلاقيه وقع وقع على الارض جوه الارض لكن التاني دوت جوه الفيلد ولا بره بره تلاقيه تايه كده في الفضاء تمام اتفقيت معاك ان انا عندي كلمتين بنفس المعنى يلا اقول معايا كلمة هي هي كلمة اللي هو اصده بيها ايه اللي هو اصده بيها على الجي سمول يلا اقول تاني مع بعض اللي انا بتكلم فيه النهاردة اسمه ايه اسمه الكلمتين دول لما يجي يسألك في الامتحان يقول لك هاتلي او يقول لك هاتلي اصده بيها على الجي سمول اصده بيها على مين اصده بيها على الجي سمول جاء لك كلمة ديبند قون يعني بتعتمد على اول حاجة قال لك الام قال لك الام هي يعني ايه مستر اقول لك يعني انا مثلا لو بتكلم على الجاذبية بتاعت الارض الجي بتاعت الارض فهي بتعتمد على الماس بتاعت الارض قطلة الارض افرد انا مثلا بتكلم على المريخ مثلا فالجرافتي بتاعت المريخ بتعتمد على الماس بتاعت المريخ طب لو انا بتكلم على المون الجرافتي بتاعت المون بتعتمد على الماس بتاعت المون طب لو انا بتكلم على الصن الجرافتي الجاذبية بتاعت الصن بتعتمد على الماس بتاعت مين الصن يبقى اول حاجة الجي بتعتمد عليها هي الماس of the planet قتلة الكوك تاني حاجة قالك تاني حاجة الر الر قالك هي distance between the center of the planet to the object بص كده هي المسافة من center للobject 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 ما تيجي كده اسمع صوتك تاني اسمع صوتك تاني لما اجا اسألك واقول لك الجي سمول بتعتمد علي ايه بتعتمد علي حاجتين الجي سمول اول حاجة الماس of the planet اهو الارض الماس بتاعت الارض المريخ الماس بتاعت المريخ المون الماس بتاعت المون الصن الماس بتاعت الصن تاني حاجة الر الر هي distance between the center of planet to the object جميل جد بص كده قالك الobject اللي بيتشد قالك الماس بتاعتي ملهاش علاقة بالحوار دوت سواء الماس كانت كبيرة او كانت صغيرة هل الobject اللي بيتشد الماس بتاعته ليها علاقة ولا ليها علاقة بالحوار انا الحوار بتاعي دوت بيخلص فحاجتين اتنين الحاجة الاولانية الماس بتاعت البلانت يعني انت يا ارض الماس بتاعتك قدي ايه الحاجة التانية المسافة من ال center للobject انت يا مون الماس بتاعتك قدي ايه والمسافة من ال center للobject انت يا صن الماس بتاعتك قدي ايه والمسافة من ال center للobject اللو اللي احنا نشتغل بيه قالك ان الجي سمول equal جي كابتل m divided r power 2 تاني نقول مع بعض قالك ان الجي سمول equal جي كابتل m divided r power 2 صديقي الجي سمول الجي سمول اسمها acceleration due to gravity لكن الجي كابتل كنت بقول لك الجي كابتل اسمها gravitational constant كانت رقم سابت كانت بكام six point sixty seven by ten power negative eleven تاني الجي سمول اسمها gravitational field او اسمها acceleration due to gravity لكن الجي كابتل ده رقم سابت بsix point sixty seven by ten power negative eleven طب الام الام كانت الماس الماس بتاعت مين بتاعت البلانت طب الار الار كانت المسافة من center للأوبجيكت يبقى انا علشان اجيب الجي سمول قالك الجي سمول اقطحها حتتتين اقطحها كم حتة حتتتين بص كده هوريك انا هعمل كده هقطحها حتتين هاخد دية كده دية شايف اللي انا بعلم عليها دي الحتة الاولى ماشي دي كده دي كده الحتة الاولى الحتة الاولى دينات هسميها ايه هسميها اللي هو اللي هو اللي هو فانا قطحتها كده هقطحها حتتين الحتة الاولانية اهي لحد هنا المسافة دية هي الار طب الباقي الحتة دية هسميها ايه باقتها هسميها الائتش الائتش دوت قالك الائتش دوت هو الهيط وف الأبجيكت اباف زا ارس يعني هو ارتفاع الابجيكت في الارض فانا اطعطا حتتين هي كلها على بعض المسافة كلها على بعض فانا اسمتها الحتتين حتة ار كابيتل وحتة تانية اي وحتة تانية اتش القانون بتاعي ليه كم شكل ليه تلت اشكال ليه كم شكل ليه تلت اشكال الشكل الاول جاء قالك افز اوبجيكت اتز ايرث سورفس يعني اتز ايرث سورفس يعني هو قاعد على الارض طب المسافة اللي ما بين center وما بين object هي الار بس هي radius بس فالقانون بتاعي يبقى gm divided r power 2 طب الحالة التانية قالك if the object above يعني ايه above فوق الارد خلي بالك ده كده فوق الارد بمسافة فانا كده عندي المسافة بقت حتتين عشان هو فوق الارد عندي الارد capital اللي هو الريديس وعندي اله اله اللي هي المسافة بتاع وفوق الارد فالقانون بتاعي بقى gm divided r plus h all power 2 طب التالتة قالك if the object below 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 ركز معايا كده عايب كلمة below يعني ايه يعني تحت الارد تعاليني فهمها ايه دي يعني ايه مستر تحت الارد ركز معايا صديق اقول لك انا ده كله ده كله الريديس الار وهو تحت الارد بمسافة اسمها طب الباقي اللي انا عايزه اللي انا عايزه هجيبه ازاي المسافة من center للأوبجيكت هي r minus h فانا هقول ان g equal g capital m divided r minus h هعملها كلها all power 2 اهم حتة معايا النهاردة اهم حتة معايا النهاردة قالك to compare the acceleration due to gravity for two planet يعني انا عايز اقارن مثلا الجاذبية بتاعت المريخ بالجاذبية بتاعت المون بص عشان المريخ هو الحاجة الاولانية اللي انا كتبها فهسمي one طب المون هسمي two فهقول كده ثلاث حاجات الجرافتي بتاعت المريخ هسميها g1 المس بتاعت المريخ m1 الر بتاعت المريخ r1 طب الجي الجي بتاعت المون g2 المس بتاعت المون m2 الر بتاعت المون r2 القانون بتاعي قالك الجي 1 divided g2 equal m1 divided m2 بص يا صديق ركز معي بص الجي فوق والم فوق هما اللي اتنين فوق لكن ال r بتاعتهم فين تحت الجي 1 فوق والم 1 فوق الر بتاعتهم اللي هي الر 1 تحت طب ليه مستر عملت الر 1 باور 2 عشان القانون هو في باور طيب الجي 2 تحت والم 2 تحت الر بتاعتهم فين الر بتاعتهم فوق مستر السؤال يجي لي هنا ازاي اقول لك يجي يقول لك عندك مثلا earth الارض وعندك المون والسؤال دوت اللي جالك في الامتحان هو يقول لك قارن الجرافتي هو عايز الجرافتي بتاعت الارض بتاعت الارض يقارنها بالجرافتي بتاعت المون طب انا الجرافتي بتاعت الارض اسميها G-E الارض لان الارض بتبطيدي بحرف الارض طب المون هقول جي ام المس بتاعة الارض هسميها ام اي طب المس بتاعت المون هسميها ام الام ديت الام دي معناها الامون المون طيب بعد كده الار بتاعت الارض وهنا الار بتاعت المون يلا نكتب القانون هقول الجي بتاعة الأيرث ديفايدد الجي بتاعة المون الجي بتحب الأم قوي هنا الأم بتاعة الأيرث ديفايدد الأم بتاعة المون لكن الجي والأم بيحبوا الأر لأ 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 الأر بتاعة الأيرث هتنزل تحت بس هعملها باور كام باور تو وهنا الأر بتاعة المون هعملها باور كام باور تو طب تعال نشوف سؤال تعال نشوف سؤال أنا هدي كده أرقام عشوائية لو أنا قلت لك أن الأم مثلا بي تو والأر وان إقوال وان لو أنا قلت لك أن الأم تو مثلا بي فور والأر تو مثلا مثلا بي تو يلا نشتغل الجي وان أوفر الجي تو يلا نعملها أهو الأم وان يلا نغيش أهو أهو الأم وان بي كام بي تو هكتب هنا تو باي الأر تو أهو 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 أه جدا السؤال دوت مهم جدا طب ركز معاية تاني ركز معاية تاني ركز معاية تاني لما يجي يقول لك أن المس بتاعة الأيرث أد المس بتاعة المون بابات وايت وان دي جري بواحدة وتماين مرة ده معناه ايه؟ ده معناه ده معناه أن الأرض بأتي وان ده معناه أن المس بتاع لكن الماس تاني لما يقول لك الارض يجي يقول لك ان الارض دي يتقدي المون 81 مرة يعني ايه يعني لو الماس بتاعة الارض بتساوي 81 يبقى الماس بتاعة المون بتساوي 1 انا عمري قدي عمرك 81 مرة يعني لو انت عندك سنة انا عندي 81 الارض قدي المون 81 ديجري يعني لو المون بوان يجي يقول لك ان الريدياس بتاعة الارض قدي الريدياس بتاعة المون باربع مرات يعني لو الريدياس بتاعة المون بوان الارض فور يعني الريدياس بتاعة الارض اكبر من بتاعة المون اربع مرات خلي بالك عشان وانت بتحل الاسئلة خدت معاك شوية تعبين كده شوية تحورات كنت بقول لك عندي تحورتين من القانون دوت لو طلب منك اللي انت اتجيب المسافة قلتلك لو طلب منك اللي انت اتجيب الماس بتاعت البلانت الماس بتاعت البلانت هتساوي ايه كنت بقول لك قانون مهم جدا خلي بالك يا صديق ان الويت الويت اللي هو الوزن عشان تجيب الويت خد الماس اعملها طب لو انا عايز اجيب الماس الماس اكوى للويت قانون مهم جدا ولازم هيجيلك في الامتحان لازم الويت ده بيجي كتير قوي تاني الويت اللي هو الوزن بيساوي ايه بيساوي الماس طب لو انا عايز اجيب الماس الماس اكوى الويت قالك اتعامل مع الويت زيه زي الجي زيه زي الجرافيتي اللي اتنين بيزيدوا زي بعض او بيقلوا زي بعض يعني لو الويت قل للهوف الجي هي كمان تقل للهوف يعني ايه الكلام دوت الويت والجي اخوات الويت والجي اخوات لو قلتلك ان الويت زاد الدابل ده معناه ان الجي هي كمان زادت للدابل لو قلتلك ان الويت قلت للهوف ده معناه ان الجي هي كمان قلت للهوف الحاجة اللي بتحصل في الويت بتحصل في الجي لو الويت زاد الجي زيد لو الويت قل الجي هي كمان تقلت كنت بعد كده مديك شوية اختصارات كده لو اداك الار وسائل على الجي كان لها مسائل معينة الجي اكوال وان اوفر اوفر باور تو لو اداك الجي وسائل على الار الار اكوال روت وان اوفر جي ده كده سامري سريع بفكرك باللي احنا شرحناه بعد ما تتفرج عليه لازم تحل معي الاسئلة يا رب تكونوا فاهمين